عاد الفلسطينيون إلى مدينة حمد غرب خان يونس بعد الانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية يجدوا منازلهم وقد باتت مجرد ركام تقول التقديرات أن السلطات في غزة ستحتاج أكثر من عشرة إلى خمسة عشر عاما لإزالة هذه المخلفات بعد انتهاء الحرب لا شيء هنا سوى الدمار والخراب ورائحة الموت التي تفوح من كل مكان هنا أحلام وئدت في مهدها وأطفال تيتم ونساء ترمل هنا غزة حيث المزيد من الموت والقصف والأنقاض في مدينة حمد بمنطقة غرب خان يونس عاد هؤلاء الفلسطينيون وبينهم نساء وشباب إلى المنطقة بعد الانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية ليجدوا منازلهم وقد باتت مجرد ركام دمار كبير شجل عمر راح شجل تمنيناها طول عمرنا ممرمرين بالأجرات تمنينا الشجل كانت الفرحة الوحيدة في حياتنا بات يسطرنا قالوا لنا إخنا مدينة حمد طلعنا بس بولادنا أخذنا القليل اللي نمشي فيه على بالمقاش نرجع تاني إجينا اليوم ما فيش حاجة لا شقة لا عفش لا بيوت ضمار وين الروح وين الروح ما ضللناش وسع لا أخذنا أكلنا لا شرب ولا إشي ولا إشي إشنا نعمل فلسطينيون آخرون هرعوا إلى المنطقة لتفقد مساكنهم لكنهم وجدوها قد سويت بالأرض الساعة 8 صبح اليوم اللي هو تلفوني بين أحد أصدقائي بقول لي نسحبوا من حمد روح الطمان أخصم بالأرعزي قلت للمرة تهاتي واخدت مفتاح الشاكة ما هي قلت إن شاء الله يارب تكون الشاكة ضائلة أجيت أكبر قسفة دار في الكرام نضربت دار أحلي يستون نضربت دار أخوية أشنا نساوي وتقول تقديرات إن الاحتلال دمر 130 ألف مبنى بشكل كامل في قطاع غزة فيما وصل عدد البيوت المدمرة بشكل جزئي إلى نحو 270 ألف مبنى أي أن هناك 400 ألف مبنى تم هدمها بشكل جزئي أو كلية الدمر كبير وحجم مصاب جلل اليوم مدينة حمد أصبحت تكاتل كود منكوبة دمرت معظم مبانيها ما يقارب حوالي 70% من المباني قد دمرت وأسكان حمد لكن ما زالت طواقمنا تعمل لعلها تستطيع انتشال بعض ما تبقى من هؤلاء الشهداء خصوصا أن الكل يعلم أن طواقم الدفاع المدني تفتقد للمعدات التفقيلة التي نحتاجها جدا في مثل هذه المواقف وتضيف التقديرات أن هذه المباني المدمرة أسفر عنها مخلفات هدم قد تصل إلى 36 مليون طن وتحتاج من 10 إلى 15 سنة لإزالة هذه المخلفات فيما بعد الحرب